طيب، دي أسئلة نجم منتخم مصر وأسئلة الربطة أسأل بقى أسطورة النادي الأهلي الكابتل أحمد متعب عن مهاجدة بالمراس بكرة إن شاء الله توقعاتك لها بإذن الله مباراة صعبة طبعاً، ما إحنا كلنا عارفين فريق قوي جداً فريق بالمراس النادي الأهلي يمكن بيأكد المقولة الشهيرة أن الأهلي بمان حضر لعب المباراة الأولى وشفنا الأداء وشفنا الإمكانيات وشفنا الروح وشفنا إزاي إن النادي الأهلي كان بيضعر على المكسب رغم كل الصعوبات اللي موجودة ورغم كل الظروف اللي موجودة وإن النادي أبيع بالمكسب ما نفكرش بقى إن إحنا نتعادل، ما نفكرش إن إحنا نوصل لضربات الجزاء لا، كان طريقه وتفكيره هو المكسب داخل 90 دي والحمد لله إدري حق المكسب مسماني بحييه بحييه بشكل كبير جداً لأنه بيثبت كل شوية أنه هو رجل مباراة كبيرة وبقيت عمل معلقات كبيرة في شكل كبير جداً والراجل عمل إنجازات كبيرة جداً مع ناد الأهلي في مطرة وليلة فأتمنى أنه فيه نغمة كمان بشوية فيه ناس بتتلكك لمسلمانية أتمنى أن دي ما تكونش موجودة لأن الرجل عنده عمل كتير يعني اثنين دورة بتقال أفريقيا والسوبر وتالت كاس عاملة أندية يعني إنجازات كبيرة جداً في وقته لا جداً ترجمة نانسي قنقر